الوقت محمد صلاح سلطان الإخواني ابن الإخواني الإرهابي ابن الإرهابي الموجود في أمريكا محمد صلاح سلطان اتقابل مع أحد أعضاء مجلس الشيوخ سيناتور تابعي لهم والراجل قال كلمتين أهم أقابلوا ده محمد صلاح سلطان الإخواني وده الراجل اللي هم شارينه الإخوان شارينه بالبلد شارينه بكل اللغات شارينه بيكلم بقول مصر فهو ستين ألف معتقل سياسي ده مين اللي بيقول محمد صلاح سلطان بوق إخواني إحنا عارفين مكلامهم لاخل لم يجي سيناتور أمريكي يقول إن مصر فهو ستين ألف معتقل سياسي أقول له يا سات سيناتور راجع حساباتك راجع أرقامك قل لي وأتحداك جبت المعلومة مني أنا أزعم وأتهم السفير أتهم السيناتور الأمريكي ما عارش اسموه يا ابني اسموه يا إبراهيم شوفوا لي اسموه يا جماعة الراجل ده جماعة اسموه اسموه خلاص يا إبراهيم اسموه السيناتور كريس مورفي ده رئيس لجنة اللاقات الخارجية للشرق الأوسط يعني مسؤول عن الشرق الأوسط اسمو كريس مورفي ده كان شغال في الخارجية قبل كده ده الراجل اللي قدامكم بيقول إنه مصر فهو مئة مليون مواطن وعندهم ستين ألف ساجين سياسي أنا بقوله يا سياد السيناتور أنت كذاب يا سياد السيناتور أنت جاهل يا سياد السيناتور أنت مغرد وأنا بقول يا ساعد السفير الأمريكي في القاهرة السيناتور اللي موجود عندك سخح له معلوماته وبقول تاني للمجلس القومي لحول الإنسان لو سمحتوا من فضلكم ابعتوله جواب قولوله أنت مغرد وكذاب وغبي وبتلوي الحقيقة وبقول الهاية العامة للاستعلامات ابعتوله جواب قولوله جبت منين الرقم وبقول لمنظمات حقوق الإنسان المصري المحترمة ابعاته للراجل اللي اسمه كريس مورفي قولوله من أين لك بهذا الرقم تعال شرح هنا ونبي وقلنا الحقيقة ردوا عليه والسوشيال ميديا ترد عليه والناس اللي فاعلين يردوا عليه لأنه ده عايز يترد عليه لكن محمد صلاح سلطان ما يتردش عليه ليه لأنه إخواني والإخواني طبيعته الكذب لا دايرة أنه يقول اللي عايزه فالكلاب تنبح تنبح دعهم ينبحون بيقول في نفس التوقيت يا أخي هو بيقول أن روسيا عندها 145 مليون ناس ما عندهم 400 سجين سياسي الراجل دا شغالي بالزبط مورفي دا شغالي بالزبط ما علينا في نفس اليوم بقيت دين حسن موجود في جينيف بيعمل إيه جايب ورقه دفات روشنطته بقدمه كشف حساب كشف حساب بقيت دين حسن أمام منظمة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بيقول لهم أنا عملت إيه شتمت مصر قد إيه وعملت كم تقريب ضد مصر وعملت 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 والله والله فعلا يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وقول ما شئت وفعل ما شئت الراجل رايح يقدم كشف حساب شتم بلده قد إيه كذب قد إيه ضل قد إيه فنت حاجات غير صحيحة قد إيه اختلق قصص وهمية قد إيه عشان ياخد فلوس كله من بره لبرة والتمويل ولا تبحث عن الحقيقة في هذا ترجمة نانسي قنقر